تبقى فيها اضاءة برضو ما كانش فيه كتير برضو ما لعب فيها كتير هي اللي كان فيها اضاءة ولا كان فيها انجيلة لا يعني وانا بين عيني فالعلاء الدنيا راحت حتى تأتي ده استاد مصر الجديد ده بتهيلي انتوا شوفه طبعا حاجة لا لا حاجة مشرفة جدا الحياة كنت حضرة برات مصر وكرواتي آه جيحي اللي في مصر في حاجة زي جيحي انا روحت كاس العلم في قطر اخر مرة انا حاس اللي انا كاس عامل عب كاس عامل لا نفس الامكانيات نفس الجو الناس راح اصلا تتبسط بالحاجة بالملعب احنا بقلنا كتير في مصر مشوفناش جمهور كرة صحيح لا ما روحناش المنتخب بالعدد بالعدد تقريبا كنا تمانين الف اعتقد انا كان لستاد مليان عشان ايه بقى عشان لستاد ولا عشان كرواتيا ولا عشان كابتل حسام حسن يعني كانت احسن حاجة في المباراة كلها الجمهور الجمهور برضو انت بتتكلم في رمضان الناس عاوزة تضايع وقت شوية كله ااخد الاسرة كاملة وراحين مكان يعني في ناس جاي من المحافظات بعيد ده ومكانت واللاعد مثلا في اكتوبر انت بتسافر بتقعد يجي ساعة ساعة وعشرة عشان توصل فالناس راحة حابة تشوف الملعب لما شوفوا المباراة الاولانية وكرواتيا مودرتش انا بس اعلق على كده على الموضوع ده بالذات انا كنت في الاستاد كل كورة مودرتش كان بيتيجي في رجله كان الجمهور كله بيسقف واكدني مثلا هو منتخب مصر ده يعني يودينا الحاجة اللعبة اللي هي بتلعب على المستوى العالي ونجم ازاي ده شوف احنا بنقدره ازاي واحنا مش مقدارين نجمل لف ادينا دي حاجة انا جوه الملعب دائق واه على صلاح يعني احنا مش مقدارين الايمة اللي في ادينا وشوف احنا بنعمل ايمة عن الناس التانية انا بقول الحضاءة لك والله تا اول ما انا كنت موجودة اول ما تقال اسمه يا كابتن رامي اول يعني لما تقال في القيمة والاستاد كله كان قاضي حقيقة دخال بقى جوه الملعب يا احمد كل كورة يستلمها الاستاد كله عاك اكد انه مثلا جاب جون فأنا بقيت قاعد بصراحة أنا متدايق أنا رجل كلاعيب كورة أنا متدايق عاصل محمد أخيها الزغير ومحمد لحد دلوقتي في المعلومة العرب ست سنين أنا في المعلومة العرب طلع على إيدي الواحد وهي العقلية ما تغيرشي هو الشخصية طور يا قابلك في الكورة برضو أقول لك حاجة رام يعني ممكن المكانة اللي وصل ليها محمد انتعرف هو نجح نجاح غير مسبوك نجاح تاريخي وبقى نجمع عالمي بكل ما قيص ده بيخلي الجمهور شوية بتحسب صلاح غير ما بتحسب أي حد تاني غير ما بتحسب جهاز فني غير ما بتحسب لا يبقى بتخلي سقف طموحات الجماهير للمنتخب مع صلاح غير أي حد تاني فده يمكن شوية بس أنا أقول لك حاجة عامل بس أطعك في ديات هو القصة مش في الجمهور أعاوز أقول لك برضو المشكلة مش مع صلاح في الجمهور مستحالة وده أنا حاجة متأكد منها يعني قصة في ناس مش ميديه له قيمته ودي حاجة مدايقة أنا على المستوى الشخص أنا مدايقة ناس في موقع مسئولية تقصوا؟ ايه مسئولية إعلام مش عارف ليه يعني في حاجات كده أنا أنا مدايق منها يعني أنا على المستوى الشخص عشان أنا عارف صلاح وعارف ايمت صلاح كلاعيب كورا محمد صلاح في العالم كله أنا أسف كلمة بيقوموا يعملوا تعظيم سلام ده من أهم أربع لعيبة في العالم يعني الكلمة ليه يعني ما عملشي مدردش لو كارنته بصلاح في أوروبا هو بعيد عن صلاح بعيد جدا يعني في صلاح أعلى منه اه طبعا أعلى منه فإحنا بيقولك مشكلة مش للجمهور صلاح لو كان موجود في الإستاد لأ هتلاقيه هيبقى رد فعل الجمهور هو هو لكن هي القصة مش عاوزيني الحاجات الشخصية وأنا مثلا شايف صلاح في حتة وأنا حتى أنا كنت بأكلم الكابتن أشرف في الكواليس حاجات كده حتى بعد المطش الكلام اللي الكابتن حسام قاله الكابتن حسام نجبي كبير وصلاح نجبي كبير برضه وصلاح في المنتخب مش كل حاجة فنية يعني كريستانو في المنتخب ميسي في المنتخب يعني ميسي أقوى بطولة شفت ياله أمريكا كوبا أمريكا اللي هو أخدها وكاس العالم دول أحسن بطولتين شفتهم لميسي على مدار تاريخه اللي هو مؤثر جوا منتخبه يعني هو ميسي في برشلونة غير في المنتخب خد بالك أنه ميسي نفسه وأنت بتكامل واحد من أعزر ما أنا بديك 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 مثلا يتهجم في الأرجمتين عشان كسب عالم فنياً فنياً هو معلش ما تقرنش ميسي هو ببرشلونة زي ميسي في المنتخب ما تقرنش صلاح هو في ليفربول زي صلاح في المنتخب مش تقليلاً في اللعيبة لأ ترغم أنه حق أرقام كبيرة مع المنتخب برضه ها طبعاً وصلنا كسب عالم وحاجات كتير يعني حتى الكابتن حسان بعد الماتش حاجات كده بسيطة هو نفسه صلاح بيتأثر بقى نفسياً يعني الموضوع مش عاوزين الموضوع يبقى فيه فجوة عاوزين ديكتر بس إحنا نفسكم بنتكلم يعني يا كابتن رومي يمكن أنا وأحمد قبل محركم تشرفون على فكرة صلاحه وعلى فكرة تطوير نفسه طبعاً محدش يقدر يخفل قيمة صلاح الكروية وفكرة كمان عقليته يمكن هو تعرض لده كتير يمكن مش الفترة دي بس ولكن هو دايماً بيبقى قادر إن هو يتخطى كل ده احنا دايماً حتشوفناه بعد الإصابة راجع أقوى من الأول أكيد نجاحات كبيرة فيمكن يعني صلاحه هو فنياً هو فنياً اتطور يعني بحاجة وصلته للليفل اللي هو فيه ده لكن هو عقلياً لا هو مختلف عن يعني بنتكلم عن المحترفين اللي طلع مختلف تماماً وبيقدر في الضغوط يتعامل وفي المشاكل يتعامل وفي كذا مشكلة حصلت بينه وبين اتحاد الكرة وهو قدر يعديها طيب أنا عايزة أخد رأيكم وشاهد مريم عليكم في قصة المهاجمين والفراود بما أننا فتحنا سيدة منتخب مصر ومصطفة محمد الحقيقة من الفراودة اللي أثبت وجودهم في الفترة الأخيرة بشكل كبير بالذات حتى في أمم أفريقيا يمكن كان واحد من أهم النجوم المنتخب لكن أنا لفت نظري كذا حاجة عايزة أسمع رأيكم فيها بس هتسمحوا لي أروح أنا ومريم لفاصل وأرجع أسألكم وأسمع إجابتكم على السؤال ترجمة نانسي قنقر